مشاهدين على أشواق تيفي كنحييكم مرة أخرى من قلب مدينة فاس كنتواجدو عند الأخت صفاء صفاء اليوم اللي كتقول أنا كنحسب راسي في واحد المجتمع اللي هو كيحقرني بسبب الزيج الشرعي ديالي كنخرج في الشريع كنلقى بزاف ديال الحواج اللي كيخلوني أنني نحس أنني محقورة لدرجة أنني وليت يعني مريضة نشوف المرض ديالها اللي غادي تحاول أنه تصل للمشاهدين وكذلك يعني شنو الأسباب ديال هاد المرض هذا وشنو الحواج اللي خلوها أنها تمرض يعني هاد المرض أكتصفاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المغربة يشوف فيك تبدأ معي من الأول يعني كيف أشعر أنك فيك يعني هاد المرض هذا وشنو النوع ديال هاد المرض اللي فيك نسيب السلام عليكم خوتي المغربة كديرين رمضان مبارك سعيد إن شاء الله علينا وعليكم والله يدخلوا علينا وعليكم التقوى والإيمان وحب الله والصحيحة والسلامة والعافية معكم أختكم صافاء المهنة يوتيوبرز المهم أنا نبدأ لكم القصة ديالي باختصار الحمد لله عندي دراسة شرعية أخديت إجازة في الشريع والقانون وشاء الله والأقدر لله سبحانه وتعالى أنني لبس شرعي زي شرعي ماشي بيضي بيضلها لأن أي حاجة حنا بيضلها سبحانه وتعالى كنديروها فأنا دفعت تمن غالي على هذا اللبس الشرعي لأن أول حاجة محتاجة له هي الخدمة وأول حاجة محتاجة له هو الوظيفة لأنني فنيت العمر ديالي في طلب العلم وقرأت الحمد لله وخديت إجازة بمتياز وفي وقت وجيز ما معمرني خليت سنواتي جمع لي أنت كنت تخدمي وكتلقي مشكلة بسبب الزي شرعي بالضعرة راكم عارفين ما يخليوا فيها أنا معروف هذا الشيء عندنا في المجتمع لأن المجتمع لا يرحم المهم هو أننا الحمد لله محتاس بالله ديرها لوجه لا يوجد تقرب اختصافا نبقى في العمل يعني مليكت بشي تخدمي وش هم كي شرطوا عليك يقول لك خسك تحيي دي ازاي الشرعي لأن مشيت عند فارماسيان قبلني ولكن قال لي هكذا بزي شرعي لا دفعت حتى تصور حتى المي هنا دل إرشاد ما قبلوني بزي شرعي ولا التدريس تعليم 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 ما تقبلوش أي حاجة مشيت لها البيع الشرع هكذا غير الليلة كان عندك رأس المال ديالك ودرتي واحد البخوجي ديالك عادي مكلكت قبلي يعني بالمعاملة ديالك مع الكليان وتقرب إليهم بالكلمات الطيبة إلى آخير يقدروا وخالب خوجي ديالك رأسك تكون عندك واحد طيبوبة واحد العلاقة زوينة مع المجتمع باش يقبلك بهذا الزي فهمتي لأننا نحن معروف هذا الشي هم بهذا الشي كتشوفي غازكيني بأنك تحقرت بهذا الزي هذا وتحقرت على شي غني ولكن أنا ماشي كما قلت لك في الأول ماشي بيدي بيطل المهم أعطوني بساف للأعراق وقالوا لي حي ديالك الشرعي وخدمي على عراسك وهذي ولكن بحلي أنا صافي قلت ماشي مشكلة جاتني فكرة أنا ندير يوتيوب ندير لاشين في اليوتيوب وفكرتش أنك تحيدي الزي ديالك لا شي مرتان فكر ولكن ما تنتوفقش ذلك شي من عمد الله شي اللي بغاني بنحيد وراء تقدر غدا نحيد ولكن أنا حتى نحيد وما تنتوفق صباح الله حيث كما قلت لك كل شي بيطل المهم تحكرت بثاف مطرف فعلاش ماشي تيقد ماشي تي يعطوني شي كلمات نابية ولا حقي لا حاشا تي احترموني مجتمع تي احترموني مني تكون غادية تصور حتى مني تكون دايزة يكون تهضر شي واحد يسكت وتخليني تتندوز تي احترمون ولكن مني تحكرت مني ملقيت الخدمة الخدمة تخصصك رك عارف تبروج وكذا إلى آخر قال لك زوق تبيع أم لا المهم أنا صافي في تراسي هكا قلت لش لي من دير شلاشين يوتيوب وها أنا مستورة في الدار ودي اليوميات ديالي فيها شوية الطبخ وشوية المعلومات التي تعملت فقدتي الأعمال في الخدمة على برا يعني والتي تقول لك وستعدت تكون كورات أخويا وستعدت تكون كورات فنخلي تكون كورات فتعلي ما خليت الإرشاد ما خليت مشيت كما قلت لك عن الفارماسيان مشيت بثاف طلبت العمل وما توفق ما شاء الله عليك قارية موجازة إذا بغيت نوريك الإجازة ديالي دابا نجيبها والمهم ما توفق فهال شي كله داللي ضغوط نفسية داللي ضغوط نفسية ومرض تبقى داك المرض يتجمع يتجمع وما وما عارف نش علاش وانا رادي داخل تجمع في الأخر المهم قلت علاش اللي ما ندخل اليوتيوب نشوف بنات كيف يطبخ كيف يطبخ وهذه وهذه ويوميات ولكن هما مشي بحالي هما انتبرج يعني مشي عيب ان را كل واحد ما عرف نش كل مقبول عند الله مش تنقول لا زع تنقل المحترام ولكن كل واحد من نصب دياله انا درتها في هاتش اليوميات وفي هاتش ديال الروتينات اليوميات محترم الطبخ ووصفات وقرايا ولكن ما توفق ما توفق محترى الطريقة هذي ملقيت هذي علاش لان المشاهد المشاهد أخويا يشاهد الأشياء المتيرة هما ما يتعاونوش مع الشرعي عدبا ديال لان ما عرفين ش القصة ديالي ما عرفين ش نلقيت المعاناة في حياتي ما عرفين بان ني مثلا ممزوج ما عندي ش المعيد وخ لان الاسرة العائلة ديالي الحمد الله الا ان الانسان تبغي تمدع لنفسه او لا تبغي ياخد تمار ديال داك الجهد اللي يقرأ وضرب تمار وفهمتي ودوز كورات ومشا وجا وصافر يعني بحالك يقول لك إما مثلا هكا حيات اللباس واللي عادي وإما سميت ما غادي ش تشاف لك داك شي صافي انا اشترا سيد داك شي كان مفيد ما كتش ليش مشيت عند واحد اليوتيوبر باش تدعم حتى هو داك شي زاد كمال لي داك يعني كما مشاهدين يعني هذه القصة ديال الاختصفاء اللي كتعاني بزاف من نظرة ديال المجتمع لها كتقول بأنها كتمشي باش تخدم وما كتلقاش الخدمة يعني بزاف ديال الناس كيرفضوها بسبب زي الشرعي ديالها وكتوجه الرسالة ديالها للناس باش انهم يحاولوا يعني تهد الناس ره معنا يعني عايشين معنا هد الناس اللي من من المفروض اننا نحترموهم ومن المفروض اننا نقدرهم يعني هدو مدارو جريمة يعني زي الشرعي ديالها ماشي جريمة بل يعني تسطر لها وتسطر المرأة المغربية والمرأة الإسلامية ككل الهون اخوان يعني الرسالة ديالها واضحة اه اقول لهم للأدوية اها يمكن نوريهم واحد الكمية ديال الأدوية اللي وصلت بقوة الأعصاب وبقوة الكتيئة بالنفسي وصلت عند أطباء دل الأعصاب ما زال غدي نبين يعني الأدوية غدي نتنقل معك للموضوع آخر يعني غدي نوضع للمشاهدي الآن في آمل ان شاء الله أن يعني صفاء نرجع عندها ولقوها يعني خدامة لما لا لقاتش خدامة يعني توالمها إلى هنا إخواني ما علي إلا أن أستودعكم الله كان معكم حنزة أغني مبعوذ قناة أشواقع تيفي تبارك الله لكم اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شكرا شكرا شكرا